السؤال من الله ختالي هناك في الأخير أنا السيد تشوان معلم متقاعد قبل السؤال أحب أن أسلم على الجميع السلام عليكم السلام عليكم سؤالي هو بخصوص أن القرآن كلام الله كما شرحت أنت بالتفصيل لكني أشكك في كونه كلام الله وحده أعتقد أنه مخلوط أو خريط ما بين كلام الله وكلام النبي لماذا؟ لأنك ذكرت في عدة آيات قوله أنا لم أكتبه كما قال النبي أنا لم أكتبه إنه ليس كلامي فكما هو واضح على لسان النبي أنه قال إنها ليست كلماتي إذن ماذا عن هذه الكلمات؟ أليست بكلامه؟ رجاء الأخ سال سؤالا جيدا جدا وأنا أستخدم هذا المنطق عندما أتحدث إلى النصارى عن الكتاب المقدس قال الأخ أنه بلا شك أنك تثبت أنه كلام الله ولكن بجانب كونه كلام الله فإنه يوجد كلام النبي فيه لأنه ذكر في القرآن أنا لم أكتبه أخي لا توجد آية في القرآن تقول أنا لم أكتبه فلتخرج أنت لي آية وسوف أقبل بأن القرآن ليس بكلام الله ما يقوله القرآن هو بأنهم يقولون أن الرسول كتب وقد اقتبستها لعلك سمعتني خطأ ما قلته هو أنه في سورة السجدة السورة الثانية والثلاثين الآية من واحد إلى ثلاثة أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك إن الله تعالى هو من يتحدث في هذه الآية إن كان النبي هو من كتب ذلك فإني أتفق معك هذا الذي نتحدث عنه مذكور في الكتاب المقدس بأن موسى عليه السلام يقول أن أنني مت في كذا وكذا لم يكتبه موسى ولا الله إذا كان موسى قد قتبها فكيف له أن يقول أن أموت هذا الذي تتحدث عنه تجده في الكتاب المقدس كعيسى عليه السلام يتحدث خلاصة الأمر أنه في القرآن لن تجد كلاما مباشرا للنبي وإن كان فإن الله تعالى يقتبس بين علامتي اقتباس قد يقول تعالى بأن الرسول أجاب بكذا ولكن لم يذكر في القرآن أبدا أنا لم أكتبه في الواقع فإن القرآن يقول إنه كلام الله وقد اقتبست عدة آيات إذا أردت أن أكررها يمكنني إعادتها مرة أخرى في سورة الأنعام الآية 19 في سورة الأنعام الآية 93 في سورة يوسف الآيتين واحد واثنين في سورة طه الآية 113 سورة السجدة من 1 إلى 3 سورة ياسين الآيات من 1 إلى 3 سورة الزمر الآية الأولى سورة غافر الآية الثانية سورة الجاثية الآية الآية الثانية في عدة موضع يقول القرآن بأن هذا الكتاب هو وحي من عند الله تعالى حوار مباشر أمل بأني أجبت على سؤالك